اشتركوا في القناة تؤكد جاهزيتها التامة لعقد القمة العربية نوفمبر الداخل وسوريا تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعات الدول العربية شهد فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي واعتقالات في قباطية جنوب جنيه الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام الأمبي للصحراء الغربية سيفان ديمستورا ورئيس الوفد الصحراوي المفاوض يؤكد أن المغرب لا يزال متمردا على الشرعية الدولية الصحافة الإسبانية تكشف الأطماع التوسعية للمغرب في أفريقيا وتؤكد أن النظام المغربي يجند رجال الدين لإلهاء الشعب أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الأحد على هامش افتتاح الدورة البرلمانية أن القمة العربية المزمع تنظيمها نوفمبر الداخل بجزائر العاصمة ستنظم في موعدها كما جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامر التأكيد على الجاهزية التامة لجزائر من أجل احتضان هذه القمة فيما أعلن الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية عن إشارة الرسمية للقمة العربية المقرر عقدها نوفمبر القادم هنا في الجزائر بعد بداية العد التنزلي لاستضافة الجزائر للقمة العربية شهر نوفمبر القادم تأتي التطمينات من المسؤولين الجزائريين لجهوزية تامة لاحتضان هذه القمة التي ينتظر منها أن تكون قمة لمشهمل العربي الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أكد الأحد على هامش افتتاخ الدورة البرلمانية بالعاصمة على استكمال كافة التحضيرات لاحتضان القمة فيما جدد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة الأمر ذاته مؤكدا أن بلده جاهز لعقد القمة العربية المقررة في الأول نوفمبر القادم واستقبال كافة الوفود المشاركة في غضون ذلك أطلق الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية الأحد الشارة الرسمية لقمة الجزائر وأضاف الموقع أن جزائر تستضيف القمة العربية يومي الأول والثاني من نوفمبر الدورة العادية الحاضية والثلاثين لمجلس الجامعة برئاسة عبد المجد تبون رئيس هذه القمة مشهيرا أن انعقادي القمة يأتي التزاما بمثاق جامعة الدول العربية وتنفيذا لملحق المثاق الخاص للجامعة وفي سياق استكمال المشاورة التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع شروط نجاحه القمة العربية التي ستعقد بالجزائر نوفمبر المقبل أجرى الأحد وزير الخارجية الجزائري رمطال عمر اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية وقد أوضح البيان أن المقداد أكد أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع السئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي كما أعرب طرفان عن تطلعهما لأن تكلل القمة بمخرجات بناء من شأنها أن تسهم في تنقية الأجواء وتعزيز العلاقات العربية العربية للدفع بها قدما بالعمل العربي المشترك يتوصل لليوم الثاني على التوالي بمقر الأمانة العامة للجامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماع مجلس الجامعة في دورته المائة والثمانية والخمسين على مساوى المندومين الدائمين من أجل التحضير لاجتماع وزراء الخارجية المقرر غدا الثلاثاء برئاسة مندوب ليبيا لدى الجامعة الدورة جاءت للتحضير لهذه القمة العربية الواحدة والثلاثين التي ستستضيفها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربية الصهيوني بما في ذلك التطورات السياسية للقضية الفلسطينية ودعم وزنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائي العربي وسرقت للكيان الصهيوني للموارد المائية في الجولان السوري والأراضي المحتلة أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الرئيسان تبادل الرؤى بخصوص العلاقات الثنائية متمنين متانة هذه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في عديد المجالات كما بحث الجانبان بالمناسبة سبل تسريع تطبيق مخرجات زيارتي قادتي البلدين ومختلف القرارات المتخذة خدمة لصالح الشعبين وقد أكد إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة للتنسيق والتشاور دائمين بين الجزائر ورمعه في زيارة قادته الأحد إلى الجزائر أثنى نائب وزير شؤون الخارجية الماليزي قمر الدين جعفر على التفاهم الكبير والتقارب بين البلدين بخصوص عديد القضايا الدولية على رأسها القضية الفلسطينية أنا سعيد لقول أن الجزائر وماليزيا تتشاركان الكثير من المواقف المميزة بخصوص القضايا الدولية والتهديدات التي تواجه بلدين وما سمعته من وزير الخارجية الجزائري مواقف ورؤا متقاربة وبإمكاننا العمل عليها معا تحديات كثيرة توجهنا اليوم كبلدين مسلمين بداية من القضية الفلسطينية إلى البيئة وصولا إلى التغيرات المناخية استقبل الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الأحد المبوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ستيفان ديمستورا وعقب اللقاء أدلى مماثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمناسق مع المينورسو سيد محمد عمار بتصريح لوسائل الإعلام أكد فيه أن زيارة ديمستورا تأتي في ضرف متميز يطبعه التعانط المغربي على الشرعية الدولية وانتهاكاته المتواصلة بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية من جانبه أكد رئيس الوفد الصحراوي المفاوض خطر الدوه الأحد في تصريح عقب لقائه مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا أن المغرب لا يزال متمردا على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الرابية لحل النزاع بالصحراء الغربية القضية الصحراوية هي قضية تصفية الشعمار والشعب الصحراوي شعال قيد ممارس حقه في تقرير المصير ويعني وجود المغرب في الصحراء الغربية هو وجود احتلال وكل المساعي الدولية وكل المحاولات التي تم القيام بها في السابق بالرغم من الجهود وبالرغم من النواية الخيرة وبالرغم من استعداد الطرف الصحراوي وبالرغم من عبقرية ومكانة وقوة الشخصية والمبعوثين الشخصيين الخاصين السابقين للأمم المتحدة كل هذه المساعي لم تصل بنا إلى نهاية هذا ما صار تصفية الشعمار نتيجة لتعنى المغرب ونتيجة لأن المغرب متمرد حقيقة ولا زال متمرد على الشرعية الدولية هذا وتحقق القضية الصحراوية انتصارا جديدا على السحة الدولية بعد تأسيس الحركة الدادامونية الجنوب أفريقية للدفاع عن القضية الصحراوية بالعاصمة بريتوريا وأوضحت وثيقة البيان التأسيسي للحركة أنها سترافع عن القضية الصحراوية في المحافل المحلية والدولية كافة انتصار جديد للقضية الصحراوية وتعزيز لموقفها على الساحة الدولية تسجله عبر ميلاد حركة نضالية من أرض نينسون مندلا رمز الكفاح والتحرر من الميز العنصري حركة جنوب إفريقيا للتضامن مع القضية الصحراوية التي تضع في أجندتها الدفاع عن القضية الصحراوية ورفع الوعي بالنضال المشروع للشعب الصحراوي من أجل نهل الاستقلال في كافة المحافل المحلية والدولية تأسيس الحركة التضامنية للدفاع عن القضية الصحراوية جرى بحضور شخصية سياسية وحزبية وأعضاء من البرلمان وسفراء معتمدين لدى جنوب إفريقيا في وقت صادق الاجتماع التأسيسي على وثيقة برنامج العمل وإنشاء هيئة تنفيذية دائمة تصهر على تنفيذها ومن المقرر أن ينطلق عملها خلال الأيام القليلة القادمة وعرفت الحركة الجنوب إفريقية انضمام شخصية محلية مرموقة من مختلف الأحزاب والمنظمات ووزراء وديبلوماسيين سابقين ونواب بالبرلمان بل إضافة إلى صحفيين وكتاب ومنظمات شبابية وطلنهبية وتعتبر جنوب إفريقيا جمهورية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وجب تحريرها عبر تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بكل حرية وسيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية لتضاف إلى مجموع المكاسب المحققة للصالح القضية الصحراوية في وقت يؤكد فيه الصحراويون على مواصلة نضالهم للإنعتاق من الاحتلال المغربي الذي ما فتأ يبرز في كل مناسبة أطمعه الاستعمارية التوسعية القائمة على الأوهام وصفت الصحيفة الإسبانية إسبانيول تصريحات رجل الدين المغربي الرسوني بأنها امتداد لأطمع النظام المغربي في استرجاع ما يصفه بالحدود الشرعية لإقليمه على حساب سيادة الدول ولو استدعى ذلك إراقة الدماء في مخيلة النظام المخزني مغرب كبير يريد بناءه على حساب سيادة دول جارة تشمل سبت ومليليا الإسبانيتان وتمتد إلى الصحراء الغربية وموريطانيا ومالي وجزء كبير من بعض الدول المغاربية وتصل حد نهر السنغال وفق ما تبينه خريطة أرفقت بتقرير صحيفة الإسبانية باللون البرتقالي لما يدعيه المخزن ويعتبره امتدادا إقليميا يحشد له كل القوى لشرعانته ويبدو أن المخزن المغربي لم يكتفي بتوطين الكيان السهيوني في المنطقة لإنجاح مخططاته التوسعية والاستقواء به بل استعان بجلباب الدين لتمرير رسائله وأذعنا لذلك رجل الدين الريسوني وهو ما تصفه الصحيفة الإسبانية بتطابق فكر النظام المغربي مع الريسوني المقرب من الملك وفق الصحيفة واللاعي بدور البطولة لفائدة ملك قالت الصحيفة إنه بدى مخمورا في أحد شوارع باريس ووصفت الصحيفة رجل الدين المقرب من البلاط الملكي بأحد المتبنين للأطماع التوسعية المغربية والمتبعين نفس النهج المخزني والداعي إلى استرجاع ما يعتبرها حدوده الشرعية الوهمية ولو اضطر الأمر إلى إراقة دماء المسلمين شأن المغربي على خلفية غلاء الأسعار وتزامنا مع الدخول المدرسي في المغرب تشهد الجبهة الاجتماعية غلقانا يهدد بانفجار وشيك الأوضاع نتيجة للإحتجاجات ودعوات التظاهر المتواصلة نهيك عن الإضرابات المبرمجة من قبل الأساتذة المغربيين هذه احتجاجات من طرف عمال مغاربة على أوضاعهم المزرية إرادة العمال هي من ستنتخر وهذه أخرى احتجاجا على غلاء أسعار الوقود أما هذه الاحتجاجات التي فضها الأمن بالقوة فهي بسبب غلاء المعيشة لماذا تم قمع الأصوات الحرة لماذا انتشار هذه الآلة القمعية التي تريد أن تسكت أفواه المغاربة التنسيقية الوطنية للأساتذة أعلنت في الأيام الفارطة عن الشروع في الاحتجاجات قبيل انطلاق الموسم الدراسي الحالي في المغرب تكررت مشاهد الاستياء والصخط بسبب معاناة يومية أضحت عنوانا يصاحب المواطن المغربي ليعيش تفاصيلها في كل ساعة بل حتى في كل لحظة ليجد نفسه أمام واقع صعب يضطره مجبرا غير مخير للبحث عن أي حلول حتى وإن كانت في حضن الصهاين فهؤلاء وجدوا أنفسهم مضطرين بسبب البطالة والجوع للتوجه لهذا المكتب الذي يزعم أنه يوظفهم لدى الكيانة تجد الحكومة المغربية نفسها تواجه خطوات تصعدية من عدة جبهات ويجد نفسه رئيسها رجل الأعمال عزيز أخنوش مضطرا لإصدار بعض القرارات والتعليمات التي يصفها المتتبعون بالإجراءات الهشة والترقيعية وذلك أغمى صعوبة الضغفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة ولا يجد أخنوش حججا للتغطية عن عز حكومته سوى الأوضاع والأزمات التي يعيشها العالم متناسيا بذلك معضلة تداخل السلطة بالثروة ومنطقة تقديم المصالح الشخصية على العامة في عز أزمة اقتصادية قاسية يعيشها الشعب المغربي قالت الشرطة النيجرية الأحد إنها بدأت أعملية مطاردة لمسلحين خطف العشرات من المسافرين كانوا يحضرون جنازة في ولاية إيدو بعد هجوم على حافلتين في الجزء الجنوبي من البلاد وقالت المتحدثة باسم الشرطة في أوندو لمصادر إعلابية إن بعض ضحايا الحادثة الذي وقع بالقرب من إيفون وهي بلدة تقع على طول طريق بنين أو السريع في ولاية أوندو الجنوبية الغربية تم إنقاذهم على يد فريق من رجال الشرطة أعلنت وزارة الصحة استشهادة الشاب طاهر محمد زكارنا متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهة في قباطية جنوب جنين وأوضحت الصحة أو وزارة الصحة أن الشاب زكارنا الذي أصيب برصاص في الرأس وأخرى في القدم اليمنى ورصاص في الفخذ الأيسر وحروق أدت كل هذا إلى استشهاد بعد وصوله إلى المستشفى هذا واحتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين بما فيهم أسرى محررون كما شددت إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمر العسكري الرابط بين مدن الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية دانت الخارجية الفلسطينية الأحد جريمة هدم المنازل المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 48 من القرن الماضي والتي تتسرع وطيرتها يوما بعد آخر سياسة ممنهجة وجريمة يتبعها الكيان الصيوني لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين وسط صمت المجتمع الدولي سياسة هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم تظل واحدة من أبشع جرائم التهجير القصري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 48 ضد الفلسطينيين سياسة استيطانية قمعية أدانتها بشدة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مؤكدة أنها تهدف إلى تفريغ فلسطين والقدس بشكل خاص من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة ولإحلال مستوطنين يهود مكانهما من السبع وستين طبعا ما يخص القدس بالتحديد أكثر من خمس تلاف وثلاثم بيت اللي تم هدمهم من السبع وستين حتى لدينا لدينا أوامر العشرات آلاف البيوت اللي ممكن تنهدم بأي وقت حسب الأرقام اللي لدينا من عشرين إلى اثنين وعشرين ألف أمر هدم موجودين فيها قدرات محاكم وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حذرت في بيان لها أيضا من مخاطر تعامل مع جريمة هدم المنازل كأرقام فقط مشددة على أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة تعتبر تورطا فاضحا في الجريمة المجتمع الدولي متخادل صحيح ومرات نشعر أنه شريك ليس فقط متخادل كلها بتتابع بشكل كبير وعند تقاريرها لكن هناك احتباط خاصة اللي احنا منشعر أنه مرات بكافؤوا الإسرائيليين لانتهاكاتهم مش بعقبوهم مخالفة لقواعد القانون الدولي تواصل سلطات الاحتلال ممارساتها الاستيطانية من أجل تهويد القدس وتفريغ فلسطين من سكانها في حين يتشبث الفلسطينيون والمقدسيون بأرضهم بإصرار وعزيمة كبيرين لا تكسرهما جبروت الاحتلال الغاشمي اقتصاديا يواجه تحالف أوبيك بلاس ضرفا استثنائيا خلال اجتماعه المرتقب الاثنين اليوم إذ يتسبب تقلب الأسواق في ارتباك المشهد على ضوء المخاوف من تباطئ الاقتصاد العالمي مع طرح السعودية خيار العودة لخفض الإنتاج في وقت أفادت فيه صحيفة وولف شريت نقلا عن مصادر مطلعة أن روسيا لا تدعم مقترح الرياض بعد نحو عامين من زيادة تدريجية لإنتاج النفط الخام في العالم ما بعد جائحة كورونا تحالف أوبيك بلاس في مواجهة السوق بمتغيرات جديدة تخيم على اجتماعه الدوري الاثنين تتقدمها مؤشرات ركود اقتصادي عالمي يلوح في الأفق ما ينظر بتراجع الطلب على النفط معطا يدفع بالكارتل لإعادة طرح خيار خفض إنتاجه من جديد على الطاولة واجهنا في مجموعة أوبيك بلاس أوضاعا أكثر تحديا في الماضي وخرجنا منها أكثر قوة وتماسكا من أي وقت مضى لقد أصبحت المجموعة أكثر التزاما ومرونة كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة وهما أثبتته مجموعة أوبيك بلاس مرارا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021 ضغط المستهلكين لترويض التضخم عبر زيادة المعروض سرعانا ما عاكسته تقلبات حادة في تداولات الذهب الأسود على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة ترجمت في خسارة خام برانت أكثر من 20% من قيمته منذ أوائل جويليا الماضية غير أن محللين توقعوا أن تحافظ أوبيك وشركاؤها على استقرار الإنتاج في مواجهة حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق نتوقع ارتفاعا تساوديا للطلب من المستهلكين المتحمسين لاستئناف الحياة الطبيعية بعد عامين من فرض القيود لمواجهة كوفيد سيكون من الغريب خفض الإنتاج بينما تظهر ورقام أعضاء تحالف أوبيك بلس سوقا أضيق من المتوقع ويتعين على التحالف البحث بشكل أكبر في مجموعة واسعة من السيناريوهات خلال الاجتماع سيناريوهات متعددة مهدت الرياض لإحداها بطرح مسودة اتفاق نفطي جديد وصفه أكبر مصدر للخام في العالم بالمريني والأكثر فعالية سنبدأ قريبا العمل على سياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام الفين واثنين وعشرين وسنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية والواقع أن ما شهدناه خلال الفترة الماضية من تقلبات خطيرة أثرت سلبا في أساسيات أداء السوق وقوضت استقرارها وهو لا يزيدنا إلا إصرارا على تحقيق أهدافنا باستقرار الأسواق في وقت تترقب الأسواق تعثر الإمدادات الروسية العضو في تحالف أوبيك بلاس بتسقي في سعر خام أورال وحظر بيعه في أوروبا أكدت الاضطرابات في العراق واليبيا واستبعاد التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران هشاشة الإنتاج العالمية حملت الرئاسة الروسية من أسمتهم بالسلسة الأوروبيين مسؤولية أزمة الطاقة العالمية وتوعد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بدفع الحكومات الأوروبية ثمن أخطائها المرتكبة من شاكلة توقف تشغيل خط أنبيب نورد ستريم وان في إشارة منها إلى رفض الشركات الغربية توفير التوربين والخدمات المطلوبة من أجل سيانة المشآة الطاقوية في روسيا مسؤولية توقف عمل خط نورد ستريم وحد تقع على السلسة الأوروبيين الذين ارتكبوا الكثير من الأخطائلات سيتوجب عليهم دفع ثمنها وهم يدفعون الثمن الآن بخروجهم من إطار الراحة والرفاهية الخاصة بهم توقع بنكو جولدمان ساكس الأمريكي أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية مع قطع روسيا إمداداتها عبر خط الأنبيب نورد ستريم وان ورجح البنكو الأمريكي في مذكرة بحثية صدرت السبت أن يؤدي تعطيل تدفقات الغاز عبر الخط الروسي لارتفاع كبير في الأسعار اعتبارا من اليوم الاثنين ومن المحتمل أن تتجاوز الأسعار مستوياتها القياسية المسجلة خلال شهر أوت الماضي بدخول القارة حالة عدم اليقين في السوق وقدرتها على إدارة المخزونات خلال فصل الشتاء المقبل نشرتنا تمت من الجزائر الدولية الإخبارية مشاهدين الكرام المزيد من هذه الأخبار تجدونها عبر منصاتنا ومواقعنا الإلكترونية ظاهرة أسفل الشاشة ألقاكم على رأس الساعة اشتركوا في القناة